موسيقى والفخر بالنخبة المتميزة من الفنانين المسرحيين بدول مجلس التعاون وبإبداعاتهم التي نجحت في نقل الفن الخليجي إلى الآفاق العربية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم رئيس وعضاء مجلس إدارة مسرح أوال ومثلي الوفود المشاركة في مهرجان أوال المسرحي التاسع وخلال اللقاء شدد سموه على همية استمرار التواصل والتلاقي بين الفنانين والمبدعين في دول المجلس في كافة المناسبات الفنية والثقافية بما يعزز من العمل الفني والثقافي المشترك الذي يعمق من وعي الشعوب الخليجية ويقويها في مواجهة كل محاولات التأثير عليها حضاريا وثقافيا وأشاد سموه بمسرح أوال ودوره الرائد في تعميق الوعي الأدبي والفني في مملكة البحرين من خلال الأجيال المتعاقبة من الفنانين المتميزين فيه والذين كان لهم ولا يزال إسهام كبير في التعبير عن قضايا المجتمع في المجالات المختلفة وأكد سموه أن الحركة المسرحية والفنية في المملكة تحظى بكل أوجه الرعاية والدعم لما لها من أثر هام في الارتقاء بالذوق العام للمجتمع وأسهام كبير في تنشيئة أجيال جديدة تدرك قيمة الفنون كذاكرة للوطن تجسد ما يتمتع به مجتمع البحرين من أصالة تجذرت عبر السنين من جانبهم أعرب رئيس وأضام مجلس دارة مسرح أوال عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على دعم ومساندة سموه الدائمة للحركة الفنية والمسرحية في مملكة البحرين الأمر الذي أسهم في تطور الفن البحريني بمختلف أشكاله الإبداعية واكتسابه سمعة متميزة إقليميا ودوليا وقالوا أن سموه هو راعي الفن والفنانين والحريص دائما على الالتقاء بهم والإشادة بأعمالهم وهو ما يحفزهم على مزيد من الإبداع الذي يعزز من قيام الهوية الوطنية ويحافظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع البحريني ترجمة نانسي قنقر